بشكر لجنة المرأة أنا عرفت لجنة المرأة هي السبب في التجمع الجميل ده وأتمنى النهاردة تبقى ندوة وفاتح باب المناقشة بعد اللي أنا حقوله تبقى ندوة مسمنة عليك كلكم نعرف المشكلة الكورونا في العالم كله وطرق الانتقال وليه تسمت كورونا وطرق العلاج وإزاي نزود منعتنا وكل الحاجات هو فعلاً كورونا نعمل فيروسات اللي بتسبب أعراض زي الأنفلونزا ودي عبارة عن شبكة من البروتينات حوالين الشفرة الجينية الشبكة دي فعلاً عاملة زي التوكة أو عاملة زي الكورونا اللي بتتحط فوق الراس التاج يعني فعشان كده سموها كورونا الحاجة التانية انت يمكن سمعته كلام كتير قوي قوي عن حاجة اسمها كوفيد ناينتين كوفيد سي او في اي دي ناينتين ناينتين عشان السنة وإن كانت واحد وثلاثين ديسمبر ده كان أول حالة في ولاية ولاية واهان في الصين الولاية دي ظهر فيها أول حالة كورونا سنة واحد سنة 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 2019 ساعتاشر في الآخر كوفيد يعني جاية من كورونا السي او في اي يعني فيروس دي معناها ديزيز أو مرض فالكوفيد ناينتين دوا هو الاسم العلمي للمرض اللي هو منتشر دلوقتي قبل ما تطرق لأنواع الكورونا عشان نعرف يعني ايه كورونا مستجدة أو المتحور لازم نعرف المرز مرز دي متلازمة الجهاز التنفسي الحاد ودي يمكن للا راح أمريكا في الفترة اللي هي 2013 و14 و15 وما زال دلوقتي يقول اللي عنده حرارة وجاي من دول شرق أوسطية لابد أن يتعزل في أمريكا كده لغاية ما يشوفه عنده مرز ولا لأ المرز أخطر من السارس وكورونا برضو لأنه العداد اللي اتعاملت 4000 حالة قليلة جدا التاني كان 8000 السارس ده 4000 بس لكن كانت نسبة الوفيات 34% ودي نسبة برضو عالية جدا 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 انفلانزا تيور نسبة الوفيات 40% لما احنا هنيجي نتكلم بعد كده على الكورونا الكورونا لغاية النهاردة وفي حاجة فيه سايت كده اسمه worldmeter.info بيجيب لك عدد الناس اللي عندها إيجابية لتحليل الكورونا وصل دلوقتي 150 ألف شخص في العالم كله تتربع الصين على القائمة الأولى وحنقول الصين عملت اجراءات احترازية والعالم دلوقتي بيسقف لها الصينيين دول شعب المارد الأصفر العظيم يليها إيطاليا اللي مش عارفة تحتوي المرض إيطاليا في حيس بيس مش عارفة تعمل حاجة ثم إيران ثم كوريا الجنوبية مصر تأتي في المرتبة الاربعين ب93 حالة الكورونا المستجد 150 حالة الوفيات 2.5% ل3% لا تقارن ولا بإنفلوانزة الطيور ولا تقارن بالصارز ولا الميرز وبرضو كورونا يبقى الكورونا الجديدة للمستجد يأما نسميها كوفيد 19 أو 19 أو صارز 2 أنها نمرى 2 بعد الصارز الأولين لكن لا تقارن عدد المرضى أو العدد اللي جاء لهم كورونا المستجد الجديدة دي بيزين عن 150 ألف دلوقتي وفي الصارز كان 8400 واحد لكن الوفيات أعلى بكتير جدا جدا تقارب من وفيات الأنفلوانزة العادية الأنفلوانزة العادية بتصيب ملايين من البشر ونسب الوفيات تصل لـ 100 ألف أو 200 ألف سنويا فما بدنترعبش قوي لكن لكن نحط خط تحت 70 لكن إن لازم ناخد بالنا وحنقول إيه الاحتياطيات لكن قبل ما نقول الاحتياط الاحتياطات التي يجب توفرها عشان ما ننقلش البعض الميكروب ده لازم نعرف غير عدد الحالات اللي هو 150 ألف نشوف كام منهم بدون أعراض من 50 لـ 60 في المية يعني نص الحالات ما فيش أعراض أصلا وهي دي المشكلة وحنقول المشكلة ليه 30 في المية منهم أعراضهم بسيطة 5 في المية فقط بيدخلوا مستشفى 2.5 في المية هم اللي بيحصلوهم وفاة طيب إيه المشكلة المشكلة في الكورونا طبعا كل حاجة جديدة بتبقى مرعبة لكن في حاجتين تانين بيخلوا الموضوع صعب شوية إن ما فيش تطعيم لغاية دلوقتي وحنتكلم في التطعيم في الآخر نمرة اتنين إنه فترة الحضانة يعني إيه فترة الحضانة من أول ما يجيلك الفيروس لغاية ما يحصل أعراض في ناس ما بيجيلك أعراض خالص 14 يوم الـ 14 يوم أنا في هذه الحالة معدي من لمس بالقبلات بأي رزاز لو أنا طبعا لو أنا بكح يبقى ده أعراض ظهرت علي لكن هو اللمس لو أنا مخالط لواحد عنده كورونا وأعراض وما فيش أعراض خالص يبقى ممكن اللمس أو القبلات أو الأحضان أو السلام ينقل لي كورونا فهي دي المشكلة إنه ما فيش تطعيم المشكلة التانية إن أنا فترة الحضانة غالبا في الأمراض بتاعتنا بتاعت الطب فترة حضانة ما بيقاش المرض ممكن معدي بعد ما يصل عليه الأعراض في أغلب الأمراض لكن في موضوع فيروس كورونا الفترة حضانة معدية نيجي بقى للأعراض الأعراض بتبتدي في البداية زي ما قلت لحضراتكم مفيش سيلان من الأنف هو ده اللي يفرق أغلب تسعة وتسعين وتسعة من عشرة من الحالات مفيش حاجة واحد بينف واحد بيجي له احتقان في الأنف أغلب الحالات بيبقى حرارة مش في كل حالات في تمانين في المية أو خمسة وتمانين في المية احتقان في الزور ساعات بيبقى فيه إسهال واجع في الجسم دي في البداية الأعراض دي ممكن اللي هي بنسميها مائلد أو بسيطة ممكن تبقى بس كده وتنتيه على كده في بعض الحالات بنلاقي إن الجهاز التنفسي بتدى يأن وبتدى يحصل شوية صعوبة في التنفس وقحة ناشفة دايماً القحة بتبقى ناشفة إلا إذا لو حصل إن البكتيريا كمان تيجي وتشتغل كمان فوق الفيروس وتعمل قحة ببلغة ويبتدي المريض يلجى بقى لمستشفى لأنه مش عارف يأخذ نفسه يبتدي إما يأخذ أكسجين بس أو يتحط على جهاز التنفس الصناعي الصينة عملت الصينة عملت حاجة مهمة جداً إن هي ابتدت لما لقيت إن فيه خطر الصينين دول بيعملوا كل حاجة كل حاجة في الدنيا فققوا مرة طيارة أمريكاني جديدة فققوا سواريخ وعملوها بيعملوا كل حاجة عملوا مستشفيتين كبار جداً في وهان بتزاق فيها 2600 سرير عناية مركزة الفكرة إن 2600 سرير في المستشفيتين بنوهم في خلال أسبوعين إعجاز ما حد الشيء يقدر يعمل كده غير الصين الصين دي بلد على طول ما فيه شهزار فيه حاجة زي كده الحاجة التانية إنه هم ابتدوا من البداية جداً يحللوا الكواشف عندنا يعني إحنا المشكلة عندنا الأولى طبعاً إن إحنا ما عندناش طرق الوقاية الجميلة دي إحنا ما زلنا بنسلم ما زلنا بنعانق ما زلنا بنعمل قبولات يعني كل الكلام على فكرة أسهل حاجة في الدنيا الوقاية الوقاية لأنه الفيروس على فكرة ما هوش من نوع اللي هو قوي قوي يعني أقول لكم على حاجة الحصبة بتاع دي الطفل الواحد اللي عنده حصبة ممكن يعدي من 18 ل 25 في كورونا لا الموضوع أقل من كده بكثير جداً والسبب في هذا إن الفيروس لا يقارن بالحصبة والجدري خالص لكن هو الرزاز اللي هيطلع متر وينزل على الأرض أو على الأسطح زي دي فطبعاً أهم حاجة القبولات والأحضان والبوس والكلام ده ممنوع طول ما إحنا عادين بدامل إحنا حد جنة جديد نعمل يا إما بالقحول يا إما استريليم لا أنصحكم بالستريليم لأن استريليم ده غالي فانطهر الدنيا في حد جديد طهر ما تلمس ولا ولا حتى ليه سلامات اعملوا زي ميركل أو بيعملوا كده في أمريكا وبعدين إنت سلمت على حد مش عيب أبداً إن إحنا بوايبس ونمسح إحنا بنتكسف طبعاً أنا سخصان بنتكسف أعمل كده أنا حطت بقحول في جيبي أو ما علينا الهاند سينستايزر دي كويسة جداً 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 نستقص نقدر نعمل دلوقتي نركز إن إحنا نعمل حاجة اسمها إجراءات استباقية أين هي الإجراءات استباقية دي أول حاجة والحاجة الثانية الكواشف لازم يبقى عندنا عدد كبير جداً من الكواشف لأن ده اللي حيزرنا حالات الكورونا حالات الكورونا محتاجة عزلة على الأقل 14 يوم ثم لو حصل عدوى يا إما عدوى بسيطة نحط بعض بتاعة العزل يا إما عدوى جامدة ومرض صعب شوية لازم يروح المستشفى فدي النقطة المهمة اللي هتفرق أو تلات نقطة المهمين اللي هيفرقوا مصر الصين عملت إجراءات احترازية اللي دلوقتي اتبعتها دول كتير في أوروبا أوروبا بقت على فكرة إيطاليا بقت منبوزة وكل الدول الأوروبية دلوقتي ما حدش عارف يسافر أنا في رأيي المتواضع ما عرفش طبعا ده أنا مش معايا العصايا السحرية بس لازم ما دارس توقف الجماعات المقاهي أنا ما زلت بجروف مقاهي في كل حتة شيشة إزاي الكلام ده الشيشة دي أكتر حاجتين المرض مصيبة صودة ولا حياة لمن تنادي يعني حتى في عز المطرة لقيت أهوي مبارح فتحة والناس بتشرب شيشة بالهنة والشفة يعني مش عارف إزاي يعني الشيشة دي الكارثة الكبرى إنه ما زال إحنا بنتعامل مع الكورونا كأنه حاجة بسيطة جدا لا العدد كبير قوي اللي في العالم كله إحنا لسنا بمنأة عن ما يحدث عايز أطمنكم على حاجتين إنه هناك أربع دول بتتنافس غير الدول التانية أنا أظن إن واحدة فيهم سوف تفوز وحياخدوا جاهزة نوبل السنة دي أو السنة الجاية في استخراج لقاح للقورونا طبعا على رأسهم الصين والأمريكا وإسرائيل والدولة الرابعة إنجلترا وأوروبا أوروبا شغالة برضو في حكاية التطعيم إيران دخلة في القصة لكن إيران يمكن فيه تعاون بينها وبين أمريكا وفيه تعاون بينها وبين الصين كمان ده بالنسبة للتطعيم المشكلة التانية العلاج زي ما أنا كنت بتكلم مع الأسادزة أو مع الليديز اللي أنا كنت بتكلم معهم من ساعة كده في موضوع العلاج هناك كده خطوة للعلاج تم تجربة وعندما يأتي مرض زي كده ويعمل جائحة جائحة ده أعلى من وباء جائحة يعني بان اندميك بان ابيديميك بان ابيديميك يعني وباء جائحة باللغة العربية يعني بان ابيديميك يعني حاجة بقى انتشرت كالهاشيم يعني السارز لم يقال عندهم بالكتير أوي ابيديميك لكن بان ابيديميك دي ما شفناش غير أيام زمان بقى في 1918 أيام الانفلونزا اللي أطاحت بناس كتير ثم بعد كده الكوليرا في الاربعينات من القارن الماضي عندنا الأدوية فيه أدوية بتاعت المالاريا دي موجودة في مصر كولوروكوين وانا قلت عنها ده دوة من الأدوية اللي هي فعالة إلى حد كبير فيه دوائين تاني زي طوال الانفلونزا انت عارفين التامي فلو والريلانزا يمكن سمعت عن التامي فلو والناس بتجيبه دلوقتي سعره 40, 50, 60, 70 جنيه دلوقتي بنبع بألف جنيه ده مش مؤثر خالص في القرون اللي مؤثر الدواء التاني اللي هو الفلافي لافير وانا قلت ده مش موجود في مصر لغاية دلوقتي لكن اكيد هنستورده فيه دواء تاني برضو فعال هو ريمد سيفير ده دواء تاني برضو للفيروس وليس بكتيريا الحاجة اللي انا قلتها ان في بعض الاحيان علشان الفيروس بيصيب نوع معين من المستقبلات في الجهاز التنفذي المستقبلات دول نفس المستقبلات اللي على العوايات دموية بتاعت الضغط ففي دول الضغط اسمه لوزارتان ده ممكن يبقى فعال ايضا الى جانب ادوية للمناعة للتهابات المفروض لو عايزين نقل الحالات لان ده ممكن ينشر الحالات بسرعة والمشكلة مش في الاطفال الاطفال الحمد لله عندهم مناعة المشكلة في القبار ممكن يعدل جدته وهي عندها فوق الستين والسبعين سنة عندها امراض تنفسية حصل الله مشكلة طيب نعمل ايه يبقى نمرة واحد ما يسلمش ولا يبوس ولا دي اول حاجة نمرة اتنين يحط المصر نمرة تلاتة اول ما يطلع على تغتيته في المدرسة يمسح بدا تلات اربع مرات كده اخد بالك حد حيلمسها انا ما عرفش اللي جانبي ده ايه امسح تاني يا ابني هو ده ده الحل الامثل كل شوية لو سلمت على حد يا امامي انا ما درش ما سلمش هيعتبروا الكلام سلم على حد اديه لوحدة وانت لازم يعمل اي مصقات تنفع غير المصقات يعني كانفاء انفلوانزة تيورو انفلوانزة الخنازير والكلام ده لازم ان 95 ودي غالية جدا لان 95 دي ولا تفرق عندنا اي مصق ينفع دي لانه الفيروس كبير جدا كبير بالنسبة للفيروسات التانية 500 مايكرو مايكرو ده واحد على ستة يعني خمسة يبقى تقريبا نص ميلي حاجة كده ما هوش يعني مش جامد قوي الفيروسات التانية كانت نانو نانو واحد على تسعة فده اه فهو يعني اي مصق ينفع فده انا انا سعيد ان المصقات اي مصق انا مشكلتي اي اي انا دلوقتي انا بعمل بقول للنفس ايه عايز اعمل هنا وما ينفعش انا بنعمل ماسل حاجة انا معرفش الحتة دي فيها ايه يبقى اهم حاجة ملمس ولا بقي والولاد او مقاط في ناس عندها طق قدم الزوافر ولا المس مناخيري ولا المس عيني تلاتة دول فالجوانتي ده مش هينفع ما ينفعش ينفع عندنا احنا انفلنزة تيور مختلفة عن الكورونا كورونا اه ثبت ان الحرارة بتموت شوية لكن ممكن تستمر شوية بصح انا معاكي انفلنزة تيور والخنازير كانت بتروح في الصيف المناعة بتزيد جدا بالنوم طبعا اللي انا ما بعرفش عمله انت المفروض تعملوه بقى ما عملش عشان شغلنا النوم بدري الساعة عشرة لا من تسعة بقى تخش السرير وتبتدي تقري كتاب او وتبتدي تحاولي تنامي ده ما بيحصلش ما بيحصلش النوم بدري وتمن ساعات ده نمر واحد ليه جهاز المناعة بيشتغل بالليل فبيزود المناعة اللي بيقلبوا نونهم نهار ونهارهم ليل ليلتهم بيضة زي كده ما ينفعش احنا كلنا او انا انا شخصيا عشان شغلي وعشان حياتي ما بعرفش عمل كده لكن النوم بدري والصحيان مبكرا والنوم في فترات الظلام ده بيزود جهاز المناعة لان المناعة بتشتغل في الود طيب الاكل بقى غير النوم طبعا الامتناع تماما عن التدخين والشيشة والهبل ده نهاية بيدخن او شمحات شي صحي هو الخضار الطازق والفكهة الطازقة لماذا لان دي فيها مضاد للاكسانة في ناس كتير قوي ما بتكلش الحاجات دي دي مصيبة لانه هو القتل للخضار الطازق والفكهة الطازقة بتزود المناعة وفيها غير فيتامينات مواد مضادة للاكسانة طيب ايه تاني السوائل كل شوية ناخد حاجات دافية حاجات دافية دي بتمنع دخول الفيروس على فكهة في الفهم الحاجة الممتازة جدا لو لاح دي قدر يعمل الحكاية دي بس دي صعب قوي ارفة بالزنجبيل عليها لمون عليها معلقة عسل كل ده 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 المشروب الرائع لان الارفة والجنزبيل والقركم دول بيزودوا المناعة جدا 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 في حاجة اسمها ايكنيشيا ايكنيشيا دي بتزود المناعة لكن دي كابسولات مش هناخدها لكن اللي هيبقى اسهل القركم والارفة والزنجبيل والكلام ده واللمون والشاء الاخدر والعسل العسل كل الكلام ده بتزود المناعة وفيتامين سي طبعا اللمون احنا بنتكلم عن الفيتامين سي الطبيعي البرتقان والاستفاندي واللمون والكلام ده طبعا زي ما بيقول بيتامين سي ده بخميات محترمة هو ده اللي بيزود المناعة كل فئات العمرية تتعرض لهذا الوباء لكن اكتر ناس بيحصل لها مشاكل قبار السن واللي عندها امراض تنفسية او عندها امراض قلب او بتاخد او سكر او جهاز المناعة بتاعها اوطى اللي هي بتاخد حاجات تؤلل جهاز المناعة لا جيوب الانفية ما تأثرش لان هو اصلا هو مستو الجميل اللي هو ما يعملش احتقان في الانف يا جماعة انا لسه بقول ان الانفنوان زال عادية تصيب ملايين البشر وتودي بحياة ميت لمتين الف مريض في العالم فهي فظيعة زي بالزبط احنا بنتكلم اصعب من الكورونا كمان الكورونا بس مشكلته حاجتين زي ما قلت لحضراتكم ان هو مفيش لقاح لجد دلوقتي نمرة اتنين فترة العدوى او فترة حضانة طويلة لدرجة ان ممكن حد ما عندوش اعراض يعديني دي مش في الانفنوان انت انت يعرف فكرة ان في الوانزا فيها حاجة لذيذة قوي هكوح في وشك النهاردة تاني يوم هتعدي في البرد لا ده دلوقتي هعطس هجيلي برد بعدها بربع ساعة فالفتر هده انا بتبقى يعني قليلة جدا الاعراض بتاعة كورونا هي بتبتدي الاول بحرارة بسيطة وكوحها وواجع في الزور المهم ما بيبقاش ودي مهمة جدا يعني لو واحد حصل الحكاية دي معاه ومناخيره عمالة بتسيل دي مش كورونا كورونا ما فياش أنف خالص الحاجة التانية بعد شوية هيبتدي انا مش هاز اخش يحصل ان انا مش عالي فاخد نفسي لا قبل كده الحرارة عاليت فوق التمانية وتلاتين بتديت اقح اقح هناشفة زوري بيوجعني اقدر تعبان همدان جسمي كله مش قادر لا في المرحلة دي لازم تحل اللي انا بتكلم عليها دي في المرحلة الاولانية شوية زورك بتقح الكلام ده مش مشكلة حرارة اقل من سبعة وتلاتين وتمن شرط سبع شرط مش مشكلة تمانية وتلاتين وبقح والجسم يمهمد ممكن تكون انفلونزا صحيح الانفلونزا بيبقى معاها رانينج نوز او المناخير السيلة لكن ممكن ما يبقاش معاها كده وكورونا تسعين في المية ما بيبقاش معاها او تسعة و سعين في المية ما بيبقاش معاها المناخير كده لازم تحل وفيه اماكن معينة بتعمل التحليل ده منهم السلام الدولي السلام المهندسين المستشفى الصفا النيل بدراوي مصر الدولي انا بنصح اي مريض يروح اولا للدكتور بتاع العيلة اللي يصق فيه او يسأله انا تحت امرك طبعا اقول لكم تعملوا ايه دكتور العيلة ده مهم جدا في الاول حيوجهك هو اللي حيقولك روحي فين انا بنصح مثلا بحميات العباسية العباسية دي انا شايفها ان هي من زمان رائعة هو يتنقل في الهوى لو انا مثلا مكوح وحيق قريبة مني اقل من متر لو وقتا من متر مش هتعدي لو نزل على الاسطح دي بيقعد اتناشر ساعة من تسعة لاثناشر فممكن لو حيق لمستي السطح ده او انا دلاتي كحيت ونزل حاجة هنا لمدة اتناشر ساعة وانا عندي كرون لمدة اتناشر ساعة ده معدي الا لو انا طهرته بمقحلة او كده البيت اللي عنده حيوانات في البيت نخلي بنا جدا جدا احتمالية حدوث حاجة يعني مثلا واحد جاه بيقح ودخلي البيت وعندي قطة القطة دي بقى انا بحاول بقضي الامكان ان انا ان انا ان انا يعني اه لا ان هي ان هي ما تعرضش ليا ما اخداش بقى في حضني وبتاع خليها بره بقى واقف القطة النوم اللي انا نايم فيها وخلاص وكل شوية طهر احنا بنشكرك يا دكتور يا قليد باشا دانا شكر شكر الله وانكررها طبعا يا فندي مهنة ان شاء الله ونعمل الاتل الحلو اللي هم عملينا اكل دون الكبد وحاجات تانية زي ما انتم عايزين نفتحها اشتركوا في القناة